العامة اخوانت مربية اسبانية انقذت ولي العادة فانقلا بسخلات وسط حار يوليوز عام 71 حاصل الكولونين محمد اعباب القصر الملكي بسخلات بفصيل من الجنود الضباط وثلامتة مدرسة اهرمام العسكرية كان الملك حينها يحتفل بعيد ملادي الثاني والاربعين بحضور شخصيات نافذة وافراد العائلة الملكية لم يدري بخلد الملك الرحل يوما ان يقود الجيش انقلابا ضده وان يصل بوتشو ثلامد عباب الى تهديد حياة ولي العهد محمد السادس الذي كان عمره انذاك ليتجاوز ثمانية سنوات لو لا تدخل مربيتين اسبانيتين كان الجو باذخا داخل القصر الساحلي الملك يلعب الجولف رفقة بعد استقاءه متحررا من البروتوكول الملكي ومستمتعا بموسيقى كلاسيكية تتعالى نغامها في الافق البحيد بعضا من الضيوف يأخذون حباما من الشمس بالقرب من المسبح الذهبي كان من بينما الجنرال القوي محمد افقير غير بعيد عن الشمعة موائد فاخرة من المأكلات والمشروبات تزين حدائق القصر الخلفية وكؤوس الكريستال والاتباق المذهبة والفضيات تسر الناظرين حتى دخلت شحنة الانقلابيين اراد الكولوني لتأثر محمد اعباب ان يدفع الحسن الثاني الى تنازل عن الحرش واختار مناسبة يجمع حولها افراد النغبة السياسية والعسكرية والاجانب لتنفيذ خطته الرامية الى اسقاط الملكية دوت اولى تلقات معلنة بداية الانقلاب توقفت الفرقة الموسيقية عن الحزف عم الصمت المتبق المكان قبل ان يتحول الحفل الميلادي الى فانتازيا عارمة للغاية في تلك اللحظة كان ولي العهد يوجد بالقرب من المسبح قاد اعباب جنوده المندفعين الى فناء قصر الصخيرات يبحث عن الحسن الثاني التي تقول الروايات التاريخية انه سلك طريقا داخل القصر فور اطلاق النار ودل ولي العهد في الخارج بالقرب من المسبح كان الجو دراماتيكيا دماء وسراخ وقتل بالعشرات الكل حاول الفرار بجلد من باتش ثالميد اعباب الا سيدتين اسبانيتين كانت تشغلان في القصر كمربيتين اقتربت من ضابط وطلبت منه ان يأتي بالطفل ذي اثماني سنوات يتعلق الامر بالمربيت اخوانيتا والمربيت اسونسيو الاتين كانت تشتغلان في القصر الملكي قد تولت رعاية الامير منذ ولادته كانت ساعات قبل الانقلاب توجدان في الجناح الملكي ووفقا لجريدة اسبانيول فقد كانت تسهران على استقبال الضيوف ويحكي مقرب من المربيتين للمنبر ذاته انه خلال عملية اطلاق النار فضلتا ان يستلقي على الارض مثل ما فعل ديوف بينما اولئك الذين حاولوا الفرار عبر بوابة القصر الرئيسية لقوا حتفهم وقد كان السفير البلجيكي احد الضحايا حاول العديد من الديوف الفرار في مجموعة عبر البوابة المفتوحة على البحر لم يكن الامر كذلك بالنسبة لخوانيتة التي ظلت مستلقية على الارض لتقائق ووسط الصراخ المتآمرين وتلقات والقنابل كانت تفكر في انقاذ الامراء لتنتقل الى بهو القصر فقد كانت تعرف الجميع والجميع يعرفها وفقا للصحيفة التي تزيف ان المربية اخوانيتة كانت صديقة مخاطط الانقلاب الفاشل محمد المذبوح قائد الحارس الملكية ما كانت المربية الاسبانية تتمتع باكبر قدر من ثقة من قبل وزن الداخلية انذاك واليد اليمنى للحاسن الثاني الجنرال محمد افقير الذي ابطل بعد ساعات مفعول الانقلاب تشير الصحيفة وفق مصادر الى ان اخوانيتة عارفت ان ابناء الحسن الثاني وهما للا مريم داثا سسع سنوات وسيد محمد ثماني سنوات وللا حسناء ثلاث سنوات والامير مولاي رشيد سنة واحدة كان وقتها في جناح الامراء بالقصر وضع الضباط المتمردون جميع الضيوف في الفناء المركزية للقصر كانوا جالسين على الركب وايديهم على دهر عنقهم قد اسيب الشقيق الملك الامير مولاي عبدالله بجروح خطير خلال الهجوم وفق للمعطيات التاريخية فقد تقدمت المربية الاسبانية تطلب من احد الضباط الاعتناء بولي العهد حيث وبخت الجنود باللغة العربية ودفعتهم الى الوراء وقامت بالامساك بيد ولي العهد قد اكدت مصادر عسكرية من الصفارة الاسبانية في المغرب بعد سنوات لجريدة اسبانيولا ان هذه البثلة كانت اخواني تالا باجوس قدم الحسن الثاني في مقابلة له مع الجريدة الفرنسية باغيماتش في يوليوزا واحد وسبعين معلومات حول هذه الواقعة قال في احدى اللحظة الدراماتيكية التي قام بها المتآمرون في الانقلاب قام قسم من المتدربين والمربيين بالتحرك للرعاية اطفاله وقدموا لهم الحماية اللازمة تشير الصحيفة الاسبانية الى انه في عام سابع وسبعين اترت اخوانا لاباجوسيل العودة الى اسبانيا بسبب اصابتها بمرض خطير وقد كانت تشتغل في احدى المصحات حتى سمعت يوما ترق على الباب لتجد الواقف خلفه ابناء الحسن الثانية برئاسة الامير محمد لقد جاءوا الى مدريد لتوديع العامة اخوانيطة كما كانوا يسمونها في القسل وقد كان اللقاء مفعما بالاحاسيس الجياشة وبالضحك والدموع